موسيقى يا شميكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنقدم لكم اليوم المحادرة السادسة عشر من امتحان توبيك واحد وسنفسر لكم في هذه المحادرة أولا أهداف هذه المحادرة لدينا الاستماع وفي الاستماع سندرس أولا اسم الفاعل مثلا الباس الذاهب وثانيا سندرس صيغة لم أجرب أو جربت ولا مرة مثل وثالثا سنستخدم تجربة شيء للمرة الأولى أول مرة نجرب شيء مثل وغيرها من المصطلحات والصيغ هذا بالنسبة للإستماع وبالنسبة للقراءة فسندرس اليوم أولا أدوات الربط بين الجمل مثل كريكو وكريسو وكروندي وغيرها وثانيا سنتعلم كيف نصف الإحساس أو الشعور بشيء معين مثل ورد كدا وثالثا سنتعلم كيف ننفي الفعل مثل وغيرها من الأفعال والصيغ والآن نبدأ محادرة اليوم مع الميثال 보기 보기 요즘 한국어를 공부해요? 네, 한국 친구한테서 한국어를 배워요 요즘 한국어를 공부해요? قواعد هذا السؤال أولا قاعدة يدرس شيء معين وطبعا هي صيغة المفعول به كما ذكرنا سابقا ثانيا هنتي سو بيودا يتعلم من ونحن طبعا درسنا هذه المصطلحات المحادرات السابقة القاعدة الثالثة اي تاني دا يلتحق بي وقلر كمبوهدا كارتشدا وبيودا يتعلم ويدرس ويعلم هنتي كارتشدا وغيرها من القواعد بالنسبة الكلمات المذكورة في هذا السؤال أولا لدينا كلمات كمبوهدا يدرس كارتشدا يعلم أو يدرس هانكوغو اللغة الكورية صديق بيودا يتعلم هكسن طالب وطاني دا يلتحق بي ندرس أمثلة على هذه الجمل المثال الأول أرابور كمبوهاميدا أدرس اللغة العربية أنا أستاذ هانكوغور كارتشميدا أدرس اللغة الكورية والمثال الأخير والمثال الأخير أتعلم اللغة الكورية من الأستاذ وبالعودة للمثال الرجل قال يوجم هانكوغور كمبوهيو هل تدرسين اللغة الكورية هذه الأيام؟ المرأة قالت نعم أتعلم اللغة الكورية من صديقين كورية أتعلم اللغة الكورية من صديقين أتعلم اللغة الكورية من صديقين رقم 4 정답 4 أتعلم اللغة الكورية أتعلم اللغة الكورية كلمات هذا أتعلم هنا الأرقام الصينية هان جانج توجانج سي جانج أنا أعرف أن هذه القواعد بالنسبة لكم صعبة جليدا قواعد الرقم ومتى نستخدم الأرقام الصينية ومتى نستخدم الأرقام الكورية نذكرنا في محاضرات سابقة مع إسماء التوابقى نستخدم الأرقام الصينية مع المرات مثل هانبون توبون سيبون نستخدم الأرقام الكورية ورم في محاضرات سابقة مع إسماء الطوابق Coop Nakota وفي ذلك يقولت أيضا القاعدة الثالثة نحاء بنревence ورفعهم وكو إتا صيغة الاستمرارية أو مثلا باللغة الإنجليزية الكلمات المذكورة في هذا السؤال أولا ندينا كلمة بوس حافلة بوسان مدينة بوسان مدينة في جنوب كوريا كدا يذهب شو البرادة ينطلق أو يتحرك تامقن لحظة وطانق وحدة عدل للتذاكر والأوراق ندرس الأمثلة المثال الأول أين الحافلة الذاهبة إلى محطة سيول يوجد طالب يتكلم اللغة العربية بطلاقة أو يوجد الطالب المتكلم باللغة العربية بطلاقة من الأسبوع القادم عندي عطلة أو إجازة لذلك أنوي أن أقوم برحلة وبالعودة للسؤال الرجل قال هل يوجد حافلة ذاهبة إلى بوسان الآن؟ المرأة قالت يبدو أنها موظفة قالت لحظة يوجد باس يتحرك بعد ثلاثين دقيقة الرجل قال أعطني واحد من هذا الباس الذي سيذهب بعد نصف ساعة باختيار الإجابة الصحيحة لهذا السؤال نقرأ الجمال الجملة الأولى يوجد باس بيوري ساسم ندا اشترت المرأة تذكرة للحافلة هذا خطأ لأنها هي من تعملون ثانيا 남자는 버스를 타고 있습니다 الرجل يركب الحافلة الآن خطأ ثلاثة 여자는 지금 بوسان에 있습니다 المرأة لا يوجد بوسان خطأ لأنها الرجل سأل عن حافلة ذاهبة إلى بوسان إذن هما ليسا في بوسان الرجل الرابع 남자는 بوسان에 가려고 합니다 ينو الرجل أن يذهب إلى بوسان وهذه هي الإجابة الصحيحة إذن 정답 أربع 18번 요즘 테니스를 치고 있는데 재미있어요 민سو 씨도 테니스 칠 수 있어요? 아니요 저는 한 번도 쳐본 적이 없어요 그래요? 제가 가르쳐 줄 수 있는데 한 번 배워볼래요? 좋아요 이번 주 토요일에 시간이 있으니까 가르쳐 주세요 نتقل إلى رقم 18 من الإستماع 18번 요즘 테니스를 치고 있는데 재미있어요 민سو 씨도 테니스를 칠 수 있어요? 아니요 저는 한 번도 쳐본 적이 없어요 그래요? 제가 가르쳐 줄 수 있는데 한 번 배워볼래요? 좋아요 이번 주 토요일에 시간이 있으니까 가르쳐 주세요 القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا 테니스를 치دا مع كلمة تنس نستخدم 치دا يعني يلعب التنس باللغة العربية يلعب ولكن باللغة الكورية يوجد فعل خاص وهو ثانيا يستطيع أو لا يستطيع وثالثا القاعدة المهمة هنا هي ليس عندي تجربة أبدا ولا مرة وسنعطيكم أنفلة عليه بعد قليل عليها بعد قليل همبندو أو همبن أو بوليو هل تريد أن تجرب مثلا هذا الشيء؟ همبن موغو بوليو هل تريد أن تجرب طعمه أو تتذوق تأكل؟ آ أو جسيو أعطني أو علمني أو من فضلك يعني طلبه لكن بسيغة مؤدبة كارتشوجسيو من فضلك علمني الكلمات المذكورة هنا تانيس التنس وهو يتعلم كيف يلعب التنس عند رياضة كارتشوجسيو يعلم شبال عطلة نهاية الأسبوع هيا بنا الآن ندرس الأمثلة المثال الأول تونن يورير همبندو هبندوكي أبسيو لم أجرب أن أطبخ ولا مرة 저는 يوزم يوري هاقون을 تاني는데 같이 가بول ليو أنا ألتحق بمعهد لإطبخ هذه الأيام هل تذهب معي؟ أتريد أن تذهب معي يونغورل تاراقو شبو جم كارتشوجسيو أريد أن أتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة أو جيدا علمني لو سمحت بالعودة للسؤال المرأة قالت يوزم تانيسيو تشيو إنندي جميسيو أنا ألعب التانيس هذه الأيام وهو ممتع جدا من سوشيو تانيسي جلسيو هل تستطيع أن تلعب أنت أيضا؟ الرجل قال أنيو لا 저는 هم بندو چوبنجوكي أبسا요 لم ألعب التانيس ولا مرة المرأة قالت كريو حقا جيغا كارتشوجسو إنندي أستطيع أن أعلمك هم بن بيوبولليو أترغب في أن تتعلم أو تجرب جوايو جيد الآن ننتقل إلى الجمل ونختار الجملة الصحيحة الجملة الأولى الرجل ليس عنده وقت في الإجازة خطأ لأنه قال عندي وقت في يوم السبت الجملة الثانية الجملة الثانية المرأة تلعب الرياضة هذه الأيام ثلاثة الرجل سبق أنت علم التانيس وهذا خطأ لأنه قال هم بندو بيوبنجوكي أبسا요 أربعة المرأة لا تستطيع أن تعلم التانيس وهذا خطأ لأنه قال أعلم التانيس أعلم التانيس إذن الإجاب الصحيحة هي رقم إثنان 정답 إثنان 19번 네 한국 식당입니다 예약 좀 하려고 하는데요 오늘 저녁 6시요 몇 분이 오실 거예요? 10명이요 메뉴 10명이요 10명이요 메뉴 القواعد المذكورة في هذا السؤال سهلة وبسيطة القاعدة الأولى ميوب بون كم شخص ميوب بون كم شخص ولكن صيغة احترامية والصيغة الاحترامية من يأتي يأتي أيضا ولكن صيغة احترامية كلمات المذكورة في هذا السؤال صباحا هذا هو المطعم الكوري تفضل على التليفون الرجل يقول يأتي أيضا يأتي أيضا يأتي أيضا اليوم على العشاء في الساعة السادسة المرأة قالت يأتي أيضا كم شخص سيأتي الرجل قال 10 أشخاص وإصنع لنا قائمة الطعام بحيث تكون شربة الدلوع إذن هو طلب شربة الدلوع بالإجابة على السؤال نقرأ الجمل واحد المرأة طلبت على التليفون شربة الدلوع خطأ لأن المرأة تعمل في المطعم ثانيا الرجل يحجز الآن وجبة العشاء ثلاثا ينوي الاثنان أن يأكل العشاء معا خطأ واربعا 두 사람은 식당에서 이야기하고 있습니다 الطرفين يتكلمان الآن في المطعم وهذا خطأ لأن الرجل سيذهب إلى المطعم مثلا إذن الاجابة صحيحة هي رقم 2 정답 2 20번 내년에 우리 졸업하는데 수미씨는 뭐 할 거예요 외국에 가서 일하려고 해요 그래요 무슨 일을 하고 싶은데요 컴퓨터 회사에서 일하고 싶어요 그래서 지금 준비하고 있어요 الآن ندرس أولا القواعد المذكورة في هذا السؤال ولدينا بوسن بلاس اسم بوسن إل مثلا أي عمل أي إثنان إثنان الكودا سوفا وثلاثة كوشبتا أريد أن وصيغة الماضي أت صيغة الماضي مثلا أكلت الكلمات المذكورة في هذا السؤال أولا نينيون السنة القادمة يتخرج 외국 دول الأجنبية 준비하다 يجهز و 작년 السنة الماضية تجيك توظفا ندرس أمثلة على هذا السؤال موسن موسن عمل أريد أن تعمل أريد أن أصبح مدرسا ينجر ينجر سأدرس اللغة الإنجليزية الجملة الثانية أجي مو هسا ماذا فعلت أمس كمبو هسا درستو هسا بالعودة للسؤال الرجل قال سنتخرج السنة القادمة فماذا ستفعلين يا سيدة سومي المرأة قال سأذهب إلى دول الأجنبية وأنوية أن أعمل هناك الرجل قال كريو حقا موسن يريد أن تعمل أي عمل أن تريد أن تعمل المرأة قال كومبيوتر هسا يريد أن أعمل في شركة كومبيوتر لذلك الآن أنا أجهز نقرأ الأنفلة معا الخيارات الخيارات الإجابة واحد تسرى من ويقو كيسو كومبيوتر كومبيوتر سيدرساني الشخصان سيدرساني في الخارج خارج كوريا خطأ لم يذكر هذا الموضوع تسرى من هسا الثاني الآخران يلتحقان بالشركة خطأ لأنهما طلاب هما قال سنتخرج بعد سنة أو سنة القادمة ثلاثة يوجد أن تسيطيب تنبره المرأة الآن تحضر للتوظيف واربعا 남자는 작년에 학교로 졸업했습니다 الرجل تخرج قبل سنة أو سنة الماضية من الجامعة أو المدرسة وهذا خطأ أيضا لأنهما قال 내년에 졸업하는데 سنة تخرجوا السنة القادمة إذن الإجابة صحيحة هي رقم ثلاثة 정답 21번 지난 주말에 한옥마을에 처음 가봤는데 정말 좋았어요 저도 작년에 가봤어요 한옥에서 차를 마시고 잠도 잤어요 그랬어요? 저는 시간이 없어서 그렇게 못했어요 그럼 다음에 한 번 더 가보세요 ننتقل إلا قواعد هذا السؤال القواعد أولا أول مرة يذهب إلى هذا المكان وثانيا لا يستطيع أن يفعل شيء معين وثالثا اذهب مرة أخرى لاحقا إلى مكان معين أو يفعل شيء مرة أخرى لاحقا كلمات السؤال 지난 المرة الماضية أو الماضية 한옥마 القرية التقليدية 차 شي 그렇게 هكذا 다음 المرة القادمة 차주 كثيرا أو غالبا 구경하다 يتجول أو يشاهد أو يتنزل الأمثلة 작년에 한국에 처음 가봤어요 ذهبت إلى كوريا أول مرة السنة الماضية 저는 오늘 بقصة لم أستطيع أن أذهب إلى التجمع لأنني مشغول اليوم 어제 ستيك تناولت ستيك 다음에 جرب لاحقا وبالعودة للسؤال المرة قالت 지난 جماري هانو ماوري تون كابانندي تون مالتوا ذهبت إلى الجازة الماضية أو في عطلة نهاية الأسبوع الماضية إلى قرية الكورية التقليدية وكانت حقا جميلة الرجل قال تودو تانجوني كابا أيضا أنا ذهبت السنة الماضية هانو كيسو تارباشيقو تمدوتا نمتوا هناك وشربتوا الشاي أيضا كريستا حقا فعلت ذلك أنا لم يكن عندي وقت لذلك لم أستطيع أن أفعل ذلك كرام تاومي هم بنتوا قابوسيو إذا اذهب مرة أخرى لاحقا الاختيار الإجابة الصحيحة أولا واحد نمتوا هناك نمتوا نمتوا من النمت مات القرية الكورية التقليدية الرجل يعيش في القرية الكورية التقليدية خطأ ثانيا يوجا هانوغ ماور كريم جادور جادور كوجيا هم نمتوا من النمت عادت الشيطة لأن تتجول أو تشاهد مع القرية التقليدية كثيرا غالبا هذا خطأ لأنها قالت ذهبت أول مرة الرجل ذهب مع المرأة إلى القرية الكورية التقليدية خطأ المرأة لم تنم من قبل في القرية الكورية التقليدية وهذه هي الإجابة الصحيحة لأنها فعلا قالت لم أستطيع أن أنام لأنني ليس عندي وقت إذن الإجابة الصحيحة هي رقم 4 ننتقل الآن إلى القراءة 읽기 61번 요즘 옛날 영화를 다시 보여주는 극장이 많습니다. 10년 전 영화인 첫사랑도 다음 주부터 여러 극장에서 볼 수 있습니다. 첫사랑은 내용이 아름다워서 많은 사람들이 잊지 못하는 영화입니다. 영화에 나온 음악은 요즘에도 인기가 많습니다. 이번에 크고 좋은 화면으로 وهذه أيضا ذكرناها سابقا إن기가 إتا منتا وأبتا مشهور عنده شعبية وليس عنده شعبية وشعبيته كثيرة والكلمات التالية أو الأدوات الرفض التالية كريغو و كروميون إذن كريدو على الرغم من أو حتى و كورونا ولكن كلمات هذا السؤال أولا ينال قديما و ثانيا 극장 مسرح 첫사랑 الحب الأول إجي أنت لم ينسى مثلا و إما موسيقى إنكي مشهور أو شعبية و هاميون شاشا أمثلة هذا السؤال أولا يوجوم عربون يوروهغون بإمكانك أن تتعلم اللغة العربية في معاهد متعددة يوروهغون إثنان أتيت إلى كوريا قبل سبعة سنوات و ثلاثة صنعت مع أصدقائي ذكريات لن أنساها يوجوم دورانسك سوباكي إنكي هذه الأيام شعبية البطيخ الأصفر كثيرة هانكوغوغا أوريوهو اللغة الكورية صعبة كريدو يولشيمي كومبوها الكيو مع ذلك سأدرس جيدا بالنسبة للترجمة العربية للنص دور السينما التي تعرض الأفلام القديمة هذه الأيام كثيرة ابتداء من الأسبوع القادم من الممكن مشاهدة فيلم الحب الأول الذي عرض قبل عشرة سنوات في السينما فيلم الحب الأول محتواه جميل ولذلك هو فيلم لن ينساه الناس والموسيقى التي ظهرت في الفيلم لها شعبية كبيرة هذه الأيام أيضا ينتظر الناس هذا الفيلم كثيرا لأنه من الممكن مشاهدته على شاشة كبيرة و جيدة بالعودة للسؤال سؤال رقم واحد و ستين 61번 첫 سرعنن 내용이 아름다워서 많은 사람들이 잊지 못하는 영화입니다 لن ينساه الناس 그리고 영화에 나온 음악은 요즘에도 인기가 많습니다 مشهور والله شعبية كبيرة هذه الأيام أيضا إذن الإجابة الصحيحة هي كريغو و لأن المحتوى الجملة الأولى و محتوى الجملة الثانية لا يتعارضان إذن كروميون لذلك خطأ كرونة خطأ و كريدو خطأ إذن إجابة صحيحة هي رقم واحد كريغو تونغداب واحد ننتقل الآن إلى رقم 62 رقم 62 يكشب إيبون سنختار الإجابة الجملة الصحيحة التي تتوافق مع النص واحد تصرنن سيرو ناوون يونغ هاي مي دا فيلم الحب الأول فيلم جديد خطأ لأنه قديم تصرنن تصرنن بيوجون كتن يمان سمي دا هناك مسارح الكثير من المسارح تعرض فيلم الحب الأول هذه الإجابة الثانية و ثلاثة سرم درن يونغ هاي تصرنن كونشمي أو بسمي دا الناس لا يهتمون بفيلم الحب الأول وهذه إجابة خطأ أربعة يوجمون تصرنن ناوون ما قل ترعنت السمي دا لا يسمعوا الناس أغاني فيلم الحب الأول وهذا خطأ لأنه قال أنها مشهورة هذه الأيام شعبية وكثيرة إذن الإجابة الصحيحة هي رقم اثنان الكثير من المسارح تعرض فيلم الحب الأول إذن 정답 إثنان ننتقل الآن إلى رقم خمسة و ستين من القراءة 65번 어렸을 때 우리 어머니는 저에게 노래를 자주 불러주셨습니다. 제가 올 때는 재미있고 신나는 노래를 불러주셨습니다. 그리고 잘 때는 제 침대에 같이 누워서 조용한 노래를 불러주셨습니다. 저는 어머니의 노래를 فرق 잠이 더 잘 왔습니다. 저는 아직도 어머니가 불러준 노래들을 기억합니다. 그리고 지금은 그 노래들을 제 아이한테 불러줍니다. الكلمات والقواعد المذكورة في هذا السؤال أولا القواعد أت أصل تي عندما كان نحن نعرف أن تي هي عندما ولكن إذا أضفنا لها الزمن الماضي تصبح عندما كان ثانيا أوجد يفعل شيء لشخص و ثالثا أميون إذا سبق أن درسنا هذه القاعدة يعني يفعل شيء أكثر مثلا بدقة أكثر أو بحماس أكثر أو إلى آخره أجيكتو حتى الآن و كونا هي صيغة أو للفعل كما قلنا سابقا الكلمات المذكورة في هذا السؤال كثيرة ولكن من ضمنها نوري وهي موضوع السؤال الأغنية تاجو غالبا أو كثيرا فلوجودا يغني لي و أولده يبكي شنن ممتع أغنية مريحة دووص مستلقيا شو يونهان هادئ و تاميئو يأتي النوم أو يشعر بالنعاس كي يكذا يتذكر نقرأ الأمثلة على هذا السؤال المثال الأول أحببت الموز عندما كنت صغيرا صنعت الطعام لصديقي يتحسن مزاجي إذا تكلمت مع صديقي الدراسة في المقهى أفضل أو أحسن تونن أجيك توشيوم كنبر آنه سايا لم أدرس للإمتحان بعد شو ماري تنقر ماننا قونا كادوكا نومندا ألعب مع أسرتي أو أقابل صديقي في الإجازة رقم 65 عفوان يكشب أوبان سنختار الكلمة أو الفعل الصحيح الذي سيتخل في كيوك الجملة في كيوك تونن أمونية دورة رو تامي توشيوم كنبر الخياراتية واحد تجي من سمعت ولكن نمت جيدا اثنان تقونا إذا سمعت أو ثلاثة ترميان إذا سمعت وأربعة ترريوغو لأسمع أو أنوئا أسمع الإجابة الصحيحة هي رقم ثلاثة تونن أمونية دورة رو ترميان تامي توشيوم كنبر نمت أفضل عندما سمعت أغنية أمي إذا سمعت أغنية أمي إذن الإجابة الصحيحة هي رقم ثلاثة تونغ داب ثلاثة ورقم 66 نفس السؤال ولكن سنختار الجملة الصحيحة المناسبة للناس الجملة الأولى تونن أمونية بلوجون دورة رو إجابة رسميدا نسيتو الأغنية التي غنتها أمي خطأ لأنه قال أنه يغنيها الإبنية الآن جمجال 때 저는 أموني و همكة دورة رو بلو سميدا غنيتو مع أمي عند النوم في وقت النوم خطأ لأنه قال هي غنت له أموني أن 제가 울면 조용حة دورة رو بلو سميدا غنت لي أمي أغنية تنهادية إذا بكيتو وهذا خطأ لأنها غنت أغنية مريحة شنان النورة أربعة أنا أغني لأبني أيضا أو لطفلي أيضا كأمي إذن الإجابة الصحيحة هي رقم أربعة والآن سنفسر لكم و نقدم لكم ترجمة هذا السؤال غنت لي أمي كثيرا عندما كنت صغيرا إذا بكيتو تغني لي أمي أغنية ممتعة ومرحة وعندما أنام كانت تغني لي أغنية هادئة إذا سمعت أغنية أمي يأتي النوم أسرع لازلت أذكر الأغاني التي غنتها أمي لي وأغنيها الآن أيضا لطفلي إذن الإجابة رقم أربعة 정답 أربعة ننتقل الآن إلى رقم سبعة وستين من القراء 67번 얼마 전 인주시에서는 사용하지 않은 기찻길 주변을 공항으로 새롭게 만들었습니다 사람들은 공항을 산책하거나 기찻길을 따라 걸으면서 사진을 찍습니다 기찻길 옆에는 오래된 기차를 굳혀서 만든 카페가 하나 있습니다 قواعد والكلمات المذكورة في هذا السؤال أولا القاعد أولا جي أنن ليس أو يعني هي نفي للفعل ولكن مثلا سايون هادي أنن الغير مستخدم إذن هي اسم الفعل ولكن نفي إثنان أرو ماندلدا مصنوع من أو صنعة يعني حولة عفوا حولة شيء لي أرو ماندلس يو ماندلدا أميانسو ذكرنا هذه القاعدة سابقا وهي بمعنى يفعل شيئين في نفس الوقت مثلا موقم ينسو كنبوهيو القاعدة الأخيرة وهي المهمة يشعر به أو يعني عنده إحساس به الكلمات المذكورة هنا من فترة أو قبل فترة سايون هادي يستخدم كيتشاكل طريق القطار تشوبيون حول سيروبك بشكل جديد وريد قديم كوتيدا يصلح وينال قديم أيضا ندرس أمثلة على هذا السؤال سايون هادي أنن بلغون البريسيو إرمي الأغراض أو المنتجات التي لا تستخدمها سايون هادي أنن إثنان وريدين تشوبيون كابان رو ماندرسيو حولت البنتال الجنز القديم إلى حقيبة أكلت الحلوة أثناء المشي مع صديقي أو وأنا أمشي مع صديقي يوم هارو بوغو سلفم شعرت بالحزن بعد مشاهرة الفيلم أو عندما شاهدت فيلم إذن سلفم شعرت بالحزن بالعودة للسؤال رقم سبع و ستين 67번 그래서 그 카페에 들어가면 옛날 분위기를 느낄 수 있어요 الجملة السابقة كابان أنن داخل هذا المقهى فراغ ماني اسمي يوجد كثيرا يوجد ماذا؟ واحد يبون قد دري زهور جميلة إثنان ماشنن تاوا كوبي قهوة و شاي لديدان وريد مولغون دري أغراض قديمة ساجنن جنن سرام دري أشخاص يلتقتون الصور الجملة التالية هي المفتاح إذا دخلت إلى هذا المقهى بإمكانك أن تشعر بالأجواء القديمة إذن بالطبع الإجابة الصحيحة ستكون رقم ثلاثة وريد مولغون دري إذن تونغ دب رقم ثلاثة الآن ننتقل إلى سؤال رقم 68 يكشب بالبون سنختار الجملة الصحيحة الجملة الأولى لازال القطار يعمل في طريقه إثنان تحولت المنطقة حول سكة القطار إلى حديقة ثلاثة لا يمكن أن تلتقت الصور في سكة القطار إن الناس يلتقتون الصور هناك كيتاكي اليوبي كيتا بوياني كابيغا سنغ سميدا ما نمنيدا عفوا من سميدا هذه الجملة خطأ أيضا لأنه لم يفتح مقهى على شك القطار وإنما فتح مقهى على السكة من القطار القديم الذي تم إصلاحه إذن الإجابة الصحيحة هي رقم 2 تونغداب 2 الترجمة العربية للنص حولت عفوا بلدية مدينة إنجو قبل مدة المنطقة المحيطة بسكة الحديد غير المستخدمة إلى حديقة جديدة يلتقت الناس الصور أثناء مشيهم على طول الطريق سكة الحديد أو يتنزهون في الحديقة وفتح مقهى بجانب سكة الحديد باستخدام القطار القديم بعد تصليحه في ذلك المقهى يوجد الكثير من الأشياء القديمة ولذلك إذا دخلت ذلك المقهى يمكنك أن تشعر بأجواء الماضي هذا بالنسبة للترجمة ننتقل الآن إلى الرقم 69 من القراءة 읽기 69 다음 달에 친한 친구를 결혼합니다. 외국에서 결혼식을 하는데 저는 회사일 때문에 못 갑니다. 그래서 휴대전화로 영상을 찍어서 친구에게 저는 친구와 어릴 때 함께 다닌 학교와 우리의 추억이 있는 여러 장소를 찍을 겁니다. 그리고 고향 친구들이 축하 인사를 하는 것도 찍을 겁니다. 친구가 그것을 보고 기뻐하면 좋겠습니다. القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا تيموني بسبب ودرسنا هذه القاعدة كثيرا ثانيا رو كدا أو او دا موموها رو كدا أو او دا يذهب أو يأتي لفعل شيء معين ريوغو هدا يسعى أو ينوي أن درسناها أيضا ولدسو إتا وأبتا يستطيع أو لا يستطيع درسناها أيضا وأندوغي إتا وأبتا درسناها أيضا في محادرات سابقة وهي بمعنى جربة أو لم يجرب شيء معين أما الكلمات المذكورة في هذا السؤال فهي صديق مقرب حف الزواج هاتف محمول فيديو ذكريات مسقط الرأس تحية التهنئة يسعد أو يفرح نقرأ الأمثلة لا أستطيع أن أخرج إلى التجمع أو اللقاء اليوم بسبب العمل تحية التهنئة سأذهب مع صديقي لشاهد فيلم ثلاثة تحية التهنئة أن أشتري هدية لصديقي لأن عيد ميلاده جمال جمال لا أستطيع أن أقاب الأصدقاء لأنني أعمل في الإجازة أيضا لا أستطيع أن أقاب الأصدقاء سأذهب لأرسله أن أرسله أن أرسله لا أستطيع أن أرسله أن أرسله لم يسبق لي أن أرسله الجملة السابقة هي لا أستطيع أن أذهب إلى حفلة الزواج لأنه يقيم حفلة الزواج خارج كوريا ولذلك سألتقط فيديو بإستخدام الموبايل وأرسله لصديقي إذن الإجابة الصحيحة هي إثنان نختار الإجابة الصحيحة أريد أن أهنئ صديقي على الزواج أريد أن أذهب مع أصدقاء المسقط الرأس إلى حفلة الزواج هو قال من الصعب أن يذهب إذن خطأ ثلاثة سيقيم صديقي حفلة الزواج في المسقط الرأس وهذا خطأ وأربعة شاهد صديقي الفيديو وأعجبه هذا خطأ لأنه قال أتمنى أن يعجبه هذا الفيديو أتمنى أن يعجبه الإجابة الصحيحة إذن هي رقم 1 أريد أن أهنئ صديقي بزواجه والترجمة العربية للسؤال هي سيتزوج صديقي المقرب الشهر القادم وسيقيم حفلة زواجه خارج البلاد ولكن بسبب عمل الشركة لا أستطيع أن أذهب لذلك أنوي أن أصور فيديو بالهاتف المحمول وأرسله له سأصور العديد من الأماكن التي فيها ذكرياتنا والمدرسة التي التحقنا بها عندما كنا صغارا وسأصور أصدقاء مسقط رأسنا وهم يهنئون يهنئونه أيضا أتمنى أن يشاهد صديقي هذا الفيديو ويعجبه هذه هي الترجمة إذن هذا كل ما لدينا في محادرة اليوم من امتحان الطبق والآن سألخص لكم ماذا درسنا في هذه المحادرة بداية في الاستماع درسنا أولا اسم الفاعل مثلا وثانيا درسنا صيغة لم أجرب ولا مرة وثالثا درسنا تجربة الشيء للمرة الأولى مثل مثلا هذا بالنسبة للإستماع أما بالنسبة للقراءة فدرسنا اليوم أدوات الربط مثل كروميون، كريسو، كورونا، كريدو وغيرها واستخدمنا أيضا اليوم كيف أو تعلمنا كيف نصف الإحساس بشيء معين مثلا أشعرت بالحزن أو أشعرت بالسعادة وغيرها وأخيرا درسنا كيف ننفي الفعل باستخدام ننتقل الآن إلى كلمات القراءة الرئيسية درسنا اليوم كلمة مهمة وجميلة وهي تسرن الحب الأول كجان مسرح خاميون شاشة وإنكي شعبية وينا القديم كبوهدا يسعد سايون هدا يستخدم وكيتشاكل سكة الحديد تاميءودا يأتي النام أو يشعر بالنعاس كيوكدا يتذكر وبلد أجنبي وايقوب وهيوديتون هاتف محمول ويونسان فيديو إذا هذا كل ما لدينا في محاضرة اليوم من امتحان التوبيك شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم كل التوفيق مع السلامة اشتركوا في القناة